بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا في حلقة من حلقات اللغة العربية للصف الثاني عشر ونستكمل ما بدأناه من درس كلمة صاحب السمو كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل قصير أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة من جديد نلتقي اليوم إن شاء الله لاستكمال درسنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة وهو كلمة صاحب السمو إن شاء الله هذا الدرس يعني من الدروس المهمة التي غالبا ما تأتي في الاختبارات لذا نرجو التركيز والانتباه جيدا لما سنقوله إن شاء الله طبعا نذكر بمجال الموضوع وهو قراءة لاستنباط ما بين السطور فيجب أن نركز في قراءتنا حتى نستطيع استنباط ما بين السطور وهو موطن لسؤال إذا ما أتى هذا الموضوع في الاختبارات كيف نستنبط ما بين السطور كلمة حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الأسبق للبلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله في العيد الوطني وبدء معارك التحرير في 25 فبراير العام 1991 ننتقل إلى فقرة من فقر الخطبة التي ألقاها سموه رحمه الله قال إن أهل الكويت يدركون تماما أن ما حل بهم من غدر وخيانة إنما هو سلوك طغاة لا منهاج أمم وقرار أفراد زين لهم الشيطان وأعمالهم لا إرادة شعوب هذه الفقرة أيضا فيها تبرير للشعب العراقي الذي لم يستشر في مثل هذا العمل وأن هذا القرار قرار فرد لا قرار أمة وأن الكويتيون يعتذرون ويعلمون جيدا أن هذا الغزو لا ذنب للعراقيين به وإنما هو قرار فرد ننتبه الآن إلى الإجابة نستنتج أن شعب الكويت يرى أن محن الناجم عن سلوك الحاكم طاغ ومن سانده لا من شعب العراق فالكويتيون لا يعادون شعبا بسبب سلوك قادته ولا ينكرون أخوة الشعب فهذه الفقرة فيها حكمة صاحب السمو الذي يعتذر دائما ويعتقد أن الشعوب دائما مصيرها الترابط والتلاحم وأن القادة والحكام يتغيرون يتبدلون والشعوب هي التي يجب أن تساند بعضها بعضا ننتقل إلى سؤال آخر هات من الفقرة السابقة كل أسلوب قصر ووضحه هات أسلوب قصر نتذكر أسلوب القصر الذي أخذناه في العام الماضي يريد توضيح كل أسلوب قصر وأداته وفائدته ننتبه نحاول أن نتذكر قليلا أسلوب القصر أن أهل الكويت وما حل بهم إنما هو سلوك طغا هنا أسلوب قصر أداته إنما وهي للحصري لا منهاج أمم لا العاطفة هنا أفادت القصر أفادت القصر وهذا أسلوب قصر ننتبه أسلوب القصر الأول إنما هو سلوك طغا إنما هو سلوك طغا أداته إنما فإذا جاءت عزيز الطالب كلمة إنما في أي سياق فإنها تفيد القصر فائدته تخصيص الغدر والخيانة بسلوك الطغا فالطغاة هذا سلوكهم والغدر والخيانة دائما من سلوك الطغاة القصر الآخر الموجود في القطعة موجود مكرر لا منهاج أمم لا إرادة شعوب فهذا القصر لا منهاج أمم أيضا من أساليب القصر أداته العطف بلا العطف بحرف العطف لا وفائدته الغدر والخيانة الغدر والخيانة ليس من منهاج الأمم وبادئها وإنما هو مقصور على الفئة التي ذكرناها بأنهم الطغاة فقط فهنا لا منهاج أمم لا إرادة شعوب فهذه النفي بحرف العطف لا للدلالة على القصر أفراد زين لهم الشيطان أعمالهم أفراد زين لهم الشيطان أعمالهم نحاول أن نوضح نوع المحسن في العبارة السابقة وما له من دور في إبراز المعنى أفراد زين لهم الشيطان أعمالهم المحسن هنا عزيزي الطالب حاول أن تتذكر أنواع المحسنات ربما تتذكر قول الله عز وجل زين لهم الشيطان أعمالهم قول الله عز وجل زين لهم الشيطان أعمالهم فالأمير الراحل قد أخذ من القرآن ألفاظا وبثها في خطابه حتى يقويه ويجمله ويدعمه فهنا المحسن البديعي اقتباس من قول الله تعالى وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وهذه الآية قد تكررت كثيرا في القرآن لذلك استخدمها الأمير الراحل رحمه الله فهنا محسن بديعي ننتبه إلى كثرة المحسنات البديعية التي وردت في الخطاب وهذا له دلالة سنذكره بعد قليل إن شاء الله دوره طبعا الدعم دائما المحسن البديعي الاستشهاد الضمني نلاحظ أن هناك اقتباس والاقتباس هو أن تأتي بآية أو حديث وتبثه في خطابك ولا تشير ولا تشير إذا أشرت إلى قوله فهذا استشهاد فهذا استشهاد وليس اقتباس هذا نص تريده أما الاقتباس هو أن تذكر كلاما مشهورا كلاما مشهورا من قول الرسول أو قول الله عز وجل وتبثه في كلامك دون إشارة لماذا تريد أن تدعم الفكرة وتقويها بعبارات قوية طيب ننتقل إلى المقطع آخر من مقاطع الخطبة وقال الأمير الراحل وللإخوة والأخوات من أهلنا الصابرين في الكويت أقول لهم بإسمي وإسم إخوانكم وأخواتكم خارج وطننا العزيز إننا ندعو الله جلت قدرته أن يعينكم ويهبكم القوة والصبر على البلاء نعلم جميعا أن هذه الخطبة قيلت والأمير في المملكة العربية السعودية وقالها إبان الغزو العراقي وإبان معركة التحرير لذلك هناك من الكويتين من خرجوا وهناك من الكويتين من بقوا في الكويت لذلك هو يخاطب الآن من بقي في الكويت وينقل لهم مشاعر إخوانهم وأمانيهم بأن يحفظ الله إخواننا في الداخل وأن يحفظ ويهبهم القوة والصبر على البلاء فهم في بلاء لما يعانونه من وطأتي تحت الاحتلال الغاشم آنذاك سؤال التالي خص سمو الأمير أبناءه الذين لم يغادروا الوطن تحت وطأة الاحتلال بجزء غير قليل من خطابه ننتبه إلى هذا السؤال فبما تعلل ذلك فبما تعلل ذلك إذن عندما يخاطب منهم في الداخل ماذا يريد؟ يريد أن يصبرهم يريد أن يقويهم يريد أن يعلي من عزائمهم يريد أن يعلمهم بأنه معهم ولا ننسى إخواننا في الداخل فهذا تقديرا منه لموقفهم البطولي الصامد ودعما لهم بماذا تضمن حديث سموه إليهم؟ ماذا تضمن؟ موجود في القطعة حثهم على الصبر والثبات وأيضا الإشادة بوحدتهم الوطنية أمام المعتدي وتكافولهم في وقت الشدة وفي وقت الاحتلال ننتقل وبث الأمل في نفوسهم بقرب اكتمال النصر وأن النصر قريب وأنه سوف يأتي النصر والنصر قادم بفضل صمود الأبطال في الداخل ومن فقرات الخطبة أيضا يقول الأمير الراحل رحمه الله إننا مقبلون على مرحلة جديدة حاسمة تتطلب من الاجتماع على كلمة سواء فكويت الغد غير كويت الأمس كويت الغد غير كويت الأمس نلاحظ ما المعالم التي حددها سمو الأمير لتحقيق الغد المأمول فيريد الآن من الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والتعمير وأن هذه المرحلة تتطلب من الكثير من العمل والكثير من الجهد مرحلة حاسمة تتطلب الاجتماع على كلمة سواء لا الاختلاف فالاختلاف ضعف والاجتماع قوة فلابد أن يركز على موضوع الاجتماع على كلمة سواء لأن كويت الغد فيها تحديات فيها البناء والتعمير فلابد أن يحفى السمو الأمير على تحقيق الغد المأمول لبلدنا التسلح بالإيمان الصادق وكذلك الاجتماع على كلمة سواء الالتزام بقرارات المؤتمر الشعبي واتخاذه ميثاقا وطنيا اعتماد أبناء الوطن على أنفسهم وتصدرهم الصفوف كل هذه الأمور بثت في الخطاب ربما لم تتضمنه هذه الفقرة ولكن موجود في الخطاب ننتبه إلى مثل هذه أننا نأتي بمقاطع ربما هذه المقاطع لا تحتوي كل الخطبة فالرجوع إلى الخطبة أمر ضروري للإجابة على بعض الأسئلة إذن التسلح بالإيمان الاجتماع على كلمة سواء الالتزام بقرارات مؤتمر الشعبي الكويتي آنذاك الذي عقد في جدة اعتماد أبناء الوطن على أنفسهم وتصدرهم الصفوف تحمل الأعباء في عزم مجمع على الإنجاز والإتقان لا بد من هذا الأمر حتى نحقق الغد المأمول فكويت الغد غير كويت الأمس كويت الأمس كانت دولة مختلفة نظرتها عن جار الشمال عن جار الجنوب تختلف نظرتها كويت اليوم فيها من التحديات الكثير كويت اليوم فيها من الإعمار تصليح ما تم إطلافه الشهداء الأسرى ملفات كثيرة تحتاج إلى نظرة مختلفة إلى الأوضاع نظرة تحتاج منا جميعا إلى تراص إلى الوحدة فكويت اليوم مختلفة تماما عن كويت الأمس فهذه الكلمة التي قالها صاحب السمو لها دلالات كثيرة أكد سمو الأمير أن كويت الغد غير كويت الأمس علل ذلك السبب يرجع إلى اختلاف حجم ونوعية ما يواجه الكويتيون فالحجم ونوعية التحديات اختلفت الآن من مهام جسام يتوقف تجاوزها على اعتماد أبنائها على أنفسهم وتصدرهم الصفوفة لتحمل الأعباء في عزم مجمع على الإنجاز والإتقان إذن لا بد من الاتحاد لا بد من أن يقوم الكويتيون بإصلاح بلدهم بأنفسهم لا بد من أن تنهض وأن نتوحد في عزم قوي مجمع على الإصلاح والإتقان وننتقل إلى فقرة أخرى من فقر الخطبة يقول الأمير رحمه الله إن مرحلة التعمير والبناء المقبلة لوطننا هي مرحلة العطاء العطاء بلا حدود مرحلة تتشابك خلالها الأيدي في تعاون وتلتقي القلوب في وحدة وصمود هذه الفقرة ننظر إليها ما الأسس التي يقوم عليها مرحلة البناء والتعمير كما فهمت من الفقرة السابقة ننتقل إلى العطاء بلا حدود العطاء دون انتظار المقابل العطاء دون نظر إلى الحجم أو إلى ما تعطيه تريد أن تبني وطنك تريد أن تقدم لوطنك شيء يفتخر بك وتنجز وتفتخر أنت به العطاء بلا حدود التعاون والتلاحم بين أبناء الشعب لا بد من التلاحم لا بد من التعاون في ظل بناء بلد كان شبه مدمر كانت أغلب المؤسسات به معطلة كان دولة إنشاء دولة جديدة لا بد من التلاحم وذلك حث عليها صاحب السمو رحمه الله جيم وحدة القلوب في الصمود لا بد من الإخلاص لا بد من العطاء بحب عندما تعطي وأنت تنتظر المقابل وأنت تنتظر العطاء أو مدح أو غيرها سوف يقل هذا العطاء ويختفي إذا ما لم تجد مقابلا له لا بد من وحدة القلوب تضاعف العمل في تضحية ونكران للذات ومرحلة البناء والتعمير تتطلب منا مضاعفة الجهد ونكران الذات ونكران الذات أمر مطلوب وضروري في هذه المرحلة خاصة عند بناء دولة كما ذكرنا شبه مدمرة فلا بد من إنكار الذات فلا تنتظر أن تحمد على عمل قمت به ولا تنتظر مقابلا ماديا سواء كان أو غير ذلك فإنكار الذات في هذه المرحلة أمر ضروري ذكره صاحب السمو ننتقل الآن عزيز الطالب إلى أسئلة وبعض التدريبات لأننا نستطيع إن شاء الله أن نلم الموضوع ونستوعب الموضوع كما ينبغي تتكون الخطبة من مقدمة وعرض وخاتمة أي خطبة كانت لا بد لها من مقدمة وعرض وخاتمة فهل استوفت كلمة صاحب السمو تلك الأجزاء بعد قراءتك للموضوع كاملا للخطبة كاملا اقرأها جيدا ثم حاول أن تحدد هذه الأجزاء نعم استوفت الخطبة تلك الأجزاء أو تلك العناصر فقد اجتملت على مقدمة والمقدمة كما ذكرنا كانت ذكر الله والصلاة على الرسول وذكر الآية التي تبين مشروعية القتال وشرعيته ما حدث للمسلمين الأوائل في مكة وما حدث لشعب الكويت في العصر الحديث هذه كانت المقدمة والتهيئة لبيان المشروعية ولتثبيت القلوب إذن هذه المقدمة العرض وقد اجتمل على النقاط الرئيسة التي يريد إيصالها لنا في خطبته هذه أولا موقف أبناء المجتمع من العدوان رفضهم له تمسكهم بالشرعية رفضهم للاحتلال مقاومتهم له وصمودهم وتكافلهم وغير ذلك من الأمور التي ذكرت موقف المجتمع الدولي من قضية الكويت كيف أن المجتمع الدولي كله اتحد ووقف بجانب قضية الكويت العادلة التذكير بالثوابت الكويتية التي قامت عليها دولة الكويت من محبة السلام وأنها عربية الوجه والقلب والوجهة فعربية الوجه أي أن سماتها العامة هي عربية لسانها عربي أنها عربية القلب أي تنتمي إلى جذور عربية تفتخر بماضيها العربي أنها عربية الوجهة أنها دائما مع القضايا العربية تلتف وتتماسك مع الدول العربية في كل تطلعاتها المستقبلية فننتبه النقطة الأخرى ووضع معالم مرحلة البناء والتعمير فقد ذكر أنه لا بد من إنكار الذات لا بد من البناء لا بد من التلاحم لا بد من وقوف الاجتماع على كلمة سواء لا بد من هذه الأمور هذه ما نسميها معالم مرحلة البناء والتعمير إذن النقطة الأخيرة وهي الخاتمة عزيز الطالب الخاتمة تمثلت فيها تأكيد العرفان بدور المجتمع الدولي شكرهم إزاء قضية الكويت والدعوة إلى الوحدة الآن ننتقل إلى سؤال آخر استنتج من بين سطور الخطبة ما يكشف لك عزيز الطالب عن بعض ملامح شخصية صاحب السمو الشيخ جابر رحمه الله مما عرضنا بلا شك أنه أصبح لديك تصور كامل عن هذه الشخصية خاصة في هذا الخطاب فهو إيمانه بالله ووثوقه بنصره وبتأييده وانتصاره في هذه المعركة كان قويا وواضحا جدا فهو مؤمن بالله من الآيات التي ذكرها والأحاديث عمق التفكير وبعد النظر وحسن التدبير من الأمور البارزة في الخطبة التي تحلى بها صاحب السمو فقد خطط وقد وجه كلامه بعناية وتدبير وراعى بها جميع الأمور فحتى أن النظام العراقي في ذلك الوقت قد برر لهم موقفهم وقال زين لهم الشيطان أعمالهم فلم يصدر الأعمال منهم أنفسهم ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فتح بابا للرجوع والإنسحاب والتراجع والعفو ولطلب المغفرة والتسامح ولكن لم يحدث ذلك ولكن فتح هذا الباب دليل على حنكة سياسية وخبرة كبيرة منه رحمه الله الحكمة والتواضع وسعة الثقافة الدينية سعة الثقافة الدينية تمثلت بالاستشهاد بالآيات تمثلت بالاقتباسات الكثيرة التي وردت كلها تدل على سعة ثقافته الدينية أيضا الوفاء والإخلاص للوطن وهذا واضح جدا جليا في خطابه حيث كرر دائما حب الوطن نكران الذات التلاحم من أجل عودة البلد وعودة الشرعية الصلابة والصمود والصبر فيتضح لنا أيضا ممن قرأ الخطبة جليا هذه النقاط واضحة فيه العرفان بالجميل هذا أمر واضح في خطبته رحمه الله فقد شكر أكثر من مرة الدول التي ساندت وأيدت وفتحت أبوابها وقلوبها للشعب الكويتي وإلى هذه اللحظة ونحن بعد مضي أكثر من عقدين ونحن نشكر البلاد التي ناصرتنا وأيدتنا ما المشاعر المسيطرة على الخطيب في هذه الخطبة؟ نلاحظ أن الخطبة امتزت فيها كثير من المشاعر ولكن أبرز هذه المشاعر كان حبه رحمه الله لوطنه والإخلاص له نلاحظ من كثير من ألفاظ ومن عبارات الحب الشديد لدولة الكويت الشعور بالثقة في نصر الله أننا عائدون منتصرون ظاهرين منتصرين كررها كثيرا هذه الألفاظ ليؤكد أنه دائما على ثقة بنصر الله عز وجل كراهية العدوان وأفعال الغزاة أيضا من المشاعر المسيطرة على صاحب السمو أيضا كرهه لأفعال الغزاة وما فعلوه من تدمير لبلد الكويت هذه الأفعال كلها ذكرها بصفات مشينة تدل على كرهه لأفعالهم أيضا الخوف على مستقبل الكويت فهو خائف على المستقبل الكويت وضح ذلك جليا بعبارات الخطبة للمتأمل الميل إلى الاعتراف بالجميل كان ذلك واضحا عندما شكر الدول الأصدقاء والأخوة وغيرهم من الدول التي ساعدت وأيدت وقدمت جنودا وغيرها مما ذكرناه سابقا كل هذه المشاعر برزت جليا في الخطبة نأخذ الآن هذا السؤال معركة التحرير مستمرة لدحر المعتدي الغاصب وإعادة الحق إلى نصابه إعادة الحق إلى نصابه نأتي إلى كلمة نصابه كلمة نصابه قد تستخدم أحيانا بسياقات مختلفة تغير معناها هذه الأسئلة غالبا ما تريد في الإختبارات كلمة لها أكثر من سياق نحاول أن نصل إلى المعنى السياقي للمعنى الحرفي أو المعجمي لها كلمة نصاب وضح معنا كلمة نصاب في الجملتين الآتيتين يعيد الحق إلى نصابه إلى نصابه أي إلى أهله إلى مستحقه إلى مرجعه والمقصود الأهل وصل المال إلى نصابه في الزكاة وصل المال إلى نصابه النصاب الحد الذي يجب فيه الزكاة القدر الذي يجب فيه الزكاة فنقول القدر الذي تجب فيه الزكاة نقول يعني الاجتماع انعقد بعد بلوغ الاجتماع نصابه فعندما يحضر نصف الأعضاء نقول بلغ نصاب الجلسة فكلمة نصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة وحشدوا تحت مظلة القوات المشتركة كل إمكاناتهم وضح الخيال في العبارة السابقة وبين دوره في إبراز المعنى نحاول عزيز الطالب أن نحدد أولا الخيال الخيال حشدوا تحت مظلة القوات المشتركة مظلة القوات المشتركة شبه القوات المشتركة بالمظلة التي تضل قوات الدول المختلفة فهنا تشبيه بليغ القوات شبهها بالمظلة نلاحظ شبه القوات المشتركة بالمظلة وهذا التصوير يبين وحدة القوات واشتراكهم تحت مظلة واحدة تحت حماية واحدة فكلمة مظلة توحي أحيانا بالأمان وتوحي بالتجمع والترابط فالحماية تحت هذه المظلة فهذه الدول اجتمعت تحت هذه المظلة للتلاحم والترابط والاتحاد للقوة أيضا ففتح لكم الإخوة والأشقاء قلوبهم وديارهم وسارعوا يقدمون كل عون ممكن ينفح عنكم جراح الغربة لاحظ معي اشرح الخيال فيما تحته خط في العبارة السابقة الخيال محدد السؤال أحيانا يحدد الخيال وأحيانا لا يحدده الآن السؤال حدد لنا الخيال وطلب منا شرحه فتح لكم الإخوة والأشقاء قلوبهم هم لم يفتحوا القلوب وإنما فتحوا الديار والبلاد فهنا شبهنا البيوت بالقلوب شبهنا البيوت والديار بالقلوب فهي استعارة تصريحية فتح لكم الإخوة الأشقاء قلوبهم وديارهم استعارة مكنية حيث شبه القلوب ببيوت تفتح وهي توحي بمساندة توحي بالمساندة والمساندة الأشقاء العرب للكويتيين آنذاك في محنتهم والترحيب بهم وهي كناية أيضا عن حب الشعوب للعربية لقضية الكويت ومساندتها لهذه القضية إذن ننتقل إلى الخيال الآخر وهو جراح الغربة لاحظ إذا كان جراح الغربة إذا كان الخيال بين مضاف ومضاف إليه فغالبا ما يكون تشبيه بليغ أحسن تشبيه بليغ جراح الغربة تشبيه بليغ حيث شبه الغربة بالجراح ليبين شدة ما لاقاه أبناء الكويت من آلام نتيجة العدوان جراح الغربة فتشبيه الغربة بالجراح والآن عزيز الطالب نوع آخر من التدريبات في البلغة العربية نحن ذكرنا قبل قليل أنواع من الاقتباس في خطبة صاحب السمو رحمه الله وذكرنا أننا سنذكر فائدة هذا الاقتباس والآن هنا سؤال كثرة اقتباس صاحب السمو في الخطبة من القرآن والحديث الشريف لماذا أكثر؟ لماذا ذكر هذه الاقتباسات أو هذا الفن البلاغي أكثر من مرة؟ فنحن نعلم أننا أننا عندما نأتي باستشهاد بقرآن نصا فإن هذا الاستشهاد يعطي قوة وجمالا وتأكيدا للفكرة التي يريدها فمن براعة الخطيب أن يذكر القرآن والحديث دون الإشارة إليه لأن السامعة يعلم أن هذا من القرآن يعطيه شيئا من المصداقية والقوة وتأكيد المعنى إذن نأتي إلى أكثر سمو أمير البلاد من الاقتباس في القرآن من القرآن والحديث الشريف لأغراض عدة منها التأثير في النفوس واستمالة القلوب عندما أقول لك أن الله عز وجل يقول كذا أو أن هذا اللفظ من القرآن فإنني أستميل قلبك وأقنعك بهذا الأمر فتأثير في النفوس واستمالة للقلوب التدليل على الفكرة والإقناع بها فالتدليل على الفكرة والإقناع بها فعندما أريد أن أؤكد فكرة ما فإنني غالبا ما أؤكدها بأقوى ما لدي وأقوى ما لدي من الأدلة هو القرآن والحديث الشريف فاستدلالنا واستشهادنا واقتباسنا كله من القرآن والحديث الشريف يعطينا تأثيرا ويعطينا إقناعا ودليلا إضافيا لأدلتنا إلى هنا عزيز طالب نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا وإلى لقاء آخر بإذن الله نفسدعكم الله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة